السؤال اللي بعد كده ما حكم الدين في خدمة الزوجة لولدة الزوج يا أهلا وسهلا أهلا أهلا مع العلم انها ليست مريضة ولا كبيرة في السن وقدرة على خدمة نفسها وزوجها وهي لم تتم الأربعين عام ده حاماتك صغيرة قوي وعسولة ما شاء الله ما شاء الله خليني أجاوبكم على موضوع خدمة الزوج وطاعة الزوج وخدمة أهل الزوج طاعة الزوج طاعة واجبة بإجماع جمهور العلماء يعني طاعة واجبة ما حصلش فيها يخلاف عشان يحصل فيها قص كذا طاعة الزوج طاعة واجبة طا لما لم يأمر بمعصية طا لما يأمر قال الله قال رسوله قال الصحابة أقوله عرفنا خلاص طاعة وطاعة واجبة طا لما في غير معصية الله عز وجل رأيه غلط في أمور الدنيا هيخسر هو حور رب السفينة هو القائد بتاع البيت وقت السفينة هو اللي هيوصل الشنف في البيت هو اللي بيجي يتحاس مش الست هو اللي بيجي طب ما هو ضرر متعد قوليله قوليله بص خلي بالأمر ده في كذا وهيخسرنا كذا وعلى عيالك كذا وعلينا كذا أنا قلت لك هوا طيب عمله مسباش الكلام والدنيا بوظف طاعة ببركة سماعك للكلام إن شاء الله ربنا أعيد عليك وده الكلام اللي قاله الشيخ السعدي مش هلا سميره قال ببركة طاعتك لقرار زوجك الخطأ في أمور الدنيا مش أمور الدنيا أمور الدنيا ولا لا تنزل عنه الله يقول ألزم رسالة السلام قال ألزم أنا وهو والكلام يمشي عليه وعليه وعلى في البيب كله الله عز وجل ورسول لكن أمور الدنيا هذه إيجيبيات هذه سلبيات يا عمي مش نصحتك بس قلت شلت بقى نزل فيه بقى مش قلت لك رحب الجاي مش قلت لك مش عمل لا خد القرار ونصحتي وقلت له إيجيبيات والسلبات يا ابني ونستخير الله عز وجل طب نعمل طب استشير طب سمع خد هو يتحمل نتيجة القرار بتشيل الشلت كنوبك سواء بقى مش حصلين ضغطه وسكر وعواجيز وتقول لك بقيت أكبر من سني يشيل شلته طيب دي طاعت الزوج طيب خدمة الزوج أيوة بما هو متعارف عليه وده اللي قاله جمهور بما هو متعارف عليه إمام الأيمة بقى الإمام ملك والإمام التالي يقول لك آه لأ هي لو كان لها خادم مثلا في بيت أهلها فهو مكلف لها بخير يجيب لها ما شاء الله قاله كده يعني عارفة كذا إمام كده يجيب لها الأكل مطبوط ويجيب لها السوب محيك ومتخيق جز عاش بيعجبها العجب والله لو جب إيه يدين فلوس يدين فلوس أنا أجيب بما هو متعارف عليه خدمة الزوج هو بره بره البيت لأمور اللي بره البيت وانت داخل البيت المتعارف عليه كان سيدنا علي يا فاطمة هي داخل البيت وأم هو كان للحاجات اللي خارج البيت طيب فخدمة الزوج بما هو متعارف لا يناقض للكلام ده طيب ماشي قادرة يوم مش حبل المشناء طيب هي بيتها ما كانتش بتعرف وكان عندها خادمة واتنين والله عندك حلمة دي تقدر تعمل لها الدنيا دي تمنتش هتقدر خلاص وتبقى عارف الكلام ده ودي طاعة السيدة أسماء كانت بتعرف كانت بتمسح للفرس وتنظف وتشيل بقى الحاجات بتاعت الفرس وتحطه على رأسها وروح تجيب النوة ودي سيدة أسماء السيدة فاطمة يعني يعقول الارباع الكمل من النساء السيدة فاطمة بنت محمد السيدة فاطمة ايه اللي حصل كانت ايديها تتبرى من طحن طحين وميش زوجك وبيتك وحالك ونضافتك والكلام طب أم الزوج ايه أصغيرة وابتقدر تختم نفسها ومال يا لو في واحدة جارة لك وتصحبت عليها وتصحبت وقيت لك تعالي خدي عيلي ساعة ولا ساعتين أو تعالي معايا كده ساعة دي معايا مش عارفة ايوان ونساير وقيت الحديد اللي حصلت وعلى الكلام حلوة بروح بقى نساير ونتكلم إن وبالنية دي بس محدش يفرض عليك خلي بالك أنا بقول إن ونية إن ونية مساعدة أخوك المسلم إن ونية إن أنا بعين من كان في عيون أخي إن ونية برا لأم زوجي حبا في زوجي حزبة لله مش لزوجي ولكن لأنهم ساعت بصي ساعت ما بيقدروش الله فرض عليك يا عم مش فرض لكن أنا بعملها فضل وبعملها تكرم وبعملها بحب وبنية وقت أنا قادرة فيه توكلنا على الله وقت أنا مش قادرة فيه طيب الست بيشوفك معاه مش فرض أنا بقولك هوا مش فرض ولكن حزبة لله رضى لزوجي لله عز وجل حزبة يعني إيه حفظه معاه ابن بوس الخمر كل مرة بحطه كده وقفل عليه العمل وبحطه عند الله عز وجل وحسيبني عليه يوم القيام فين يا رب الحزبة كم ثوبة نعرفش والله طب فيه حديث قال ثوبة والله ما نعرف طب فيه حدي والله ما عرفش ما فيش حاجة قالت ثوبة الاحتساب عند الله إيه عندك جرن عليه كما تحب أنت وطرده يا رب هو ده ففكرة بفكرة بفكرة أن لا مش هيحصل وهو فرض عليك وده كذا وده لا لا تمام بسعدها ومعي عملت حاجة حلوة بنزلها لها هي لقيتها بتعمل حاجة وتعبانة في ايه رأيك كذا أنا رايحة البزار السوق أشتري حاجات تحب أجيبلك تماطم معي النهاردة بقوله سعرها كتحب أجيبلك كذا بس مش فرض ومش بكل يوم محدش يفرض عليه والله هي نفسك جابتك ومال وانك دعم خير وبركة لكن كأنه لا هو كده ولا تمام قدعو الله سبحانه قوي يا بنت النية دايما اللي يرقينا عند الله عز وجل واللي دايما يخلي الزوجة في مكانة ولا يعنيها الدنيا ولا الكلام أكسم بالله ولا زوج ولا أب والعيال سيبك مني اسماعي اللي بقولك عليه نواياكي أنا نوايايا في الأمر كذا حسنش يجي يفسد عليها النية بقى يقولك فرض هي الخير يقولك اللي عند الله ما بيدعش طال سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم معني